بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد هذا هو المجلس الرابع من تيسير مسائل الطهارة وكان مما ذكرنا الماء الطهور وقلنا إنه الماء الذي يصلح للتعبد وفي هذا المجلس نذكر أمثلة عنه أو أشهر أنواعه على سبيل الإجمال فنقول الماء الطهور والذي هو يسمى أيضا بالماء المطلق وهو الباقي على أصل خلقته هو أنواع أولا ليس هناك خلاف وقع الإجماع وحكاه الكثير على أن جميع أنواع المياه التي يصدق فيها وصف الماء كلها مطهرة طاهرة مطهرة إلا ماء البحر فإنه فيه خلاف ولكن الذي عليه الأكثرون لصحة وصراحة الحديث أنه طهور أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته أول أنواع المياه الطهورة ماء المطر كما سبق لقوله سبحانه وتعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به النوع الثاني هو ماء البحر للحديث المعروف الذي ذكرناه آنفا النوع الثالث وهو ماء النهر وهذا دليله قوله سبحانه وتعالى وسخر لكم الأنهار فمن جملة التسخيرات استعمال مائه في الطهارة النوع الرابع وهو ماء البئر فماء البئر أيضا طهور ودليله الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنساء وغير هؤلاء وصححه الإمام الألباني رحمه الله في صحيحه الترمذي وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قيلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض الحيض بكسر الحاء وفتح الياء جمع حيضة وهي الخرقة التي كانت تستعملها المرأة قديما في دم الحيض فهذه البئر كانت تلقى فيها القمامة والحيض يقول أبو سعيد ولحوم الكلاب أي تلقى فيها أيضا لحوم الكلاب والنتن أي العفن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء طبعا وهذا فيه تفصيله كما سيأتينا في المياه النجسة النوع الثالث وهو ماء الثلج والعلماء نقلوا الاتفاق على أنه يجوز استعمال ماء الثلج إذا أذيب في الوضوء والغسل وكذلك يدخل تحته ماء البرد إذا أذيب ودليل هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبيرة وبين القراءة إسكاتة وهذه سنة مهجورة عند كثير من الأئمة في هذا الزمن أئمة المساجد أن يسكت بين التكبيرة وبين القراءة يقول أبو هريرة أحسبه قال هنيهة يقول الراوي الذي روى الحديث ليس أبو هريرة أحسبه قال هنية أي شيئا من الزمن يقول أبو هريرة فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد فهذا الشاهد منه آخر الحديث وهو اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد والدلالة هي أنه لو لم يكن الثلج والبرد من المطاهرات لما ذكرها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع السادس وهو ماء العيون أي المنابع التي تنبع من الأرض ودليل هذا قوله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض فالله عز وجل لا يمتن بالنجس ولهذا ذكره وهذا هو وجه الدلالة ما دام الله عز وجل قد امتن على الخلق بأنه جعل في الأرض ينابيع أي أنها طاهرة يستفاد منها ويتطهر بها النوع السابع ماء زمزم وهنا إذا وصل أهل العلم إلى ماء زمزم فرعوا يعني تفاريع كثيرة أولا باتفاق الأئمة الأربعة يجوز الوضوء والغسل بماء زمزم أولا للأصالة أي أنه ماء يصدق عليه الماء المطلق وأيضا لأن السنة دلت على ذلك ففي الحديث الذي رواه أحمد وحسنه الألباني في تمام المنة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل أي دلو من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ والإجماع على كل حال في هذه المسألة منعقد نقله غير واحد نقله الحطاب في مواهب الجليل وأشار إليه أيضا النووي رحمه الله كما في المسائل المنثورة يقول رحمه الله لا تكره الطهارة بماء زمزم عندنا أي عند الشافعية وبه قال العلماء كافة إلا أحمد في رواية والتحقيق في مذهبه رحمه الله أي في مذهب أحمد أنه يجوز من المسائل أيضا المتعلقة بماء زمزم هل يجوز استعماله في إزالة النجاسة لأن ماء زمزم معلوم أنه مقدس وفي الحديث الصحيح أنه ينبع من الجنة فهل يجوز مباشرة النجاسة به وإزالتها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك الشافع وأحمد كلهم على جواز ذلك وفي ذلك أدلة أولها الأصالة فماء زمزم لا دليل على منع استعماله في إزالة النجاسات ولو كان هذا ممنوعا لجاء النص لأنه مما تتداعى الهمم على نقله واستدلوا أيضا بأثر لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها غسلت ولدها عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع عندما قتل بماء زمزم بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم ووجه الدلالة من هذا الأثر أن غسل الميت بالماء أن الميت إذا غسل بالماء قد يخرج منه شيء من البول أو الغائط المتحجر فيمس الماء ذلك الشيء وماء زمزم لو كان يمنع استعماله في النجاسة لما غسلت به رضي الله عنها ومما يستأنس به أيضا على أن ماء زمزم يجوز إزالة النجاسة به أثر أبي ذر رضي الله عنه كان يخرج إلى قريش فيدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى اتباع محمد فتضربه قريش حتى تجعله صنما من دم فيغسل ذلك الدم بماء زمزم ولو كان هذا محرما وممنوعا لنبه عليه الصحابة الكرام النوع الثامن من أنواع الماء وهو الماء المسخن وهذه أيضا يذكر فيها التفصيل لأن تسخين الماء جاء فيه أدلة بعضها ضعيف وبعضها منسوخ صحيح منسوخ وبعضها يعني فيه في ظاهره التعارض والتفصيل واستقرأ ذلك في المستوى اللاحق بإذن الله تبارك وتعالى الحديث المنسخ هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث الوضوء مما مست النار فإذا الماء مسه النار وسخن بالنار يعني حرم الوضوء به أما الماء الذي سخن بالشمس ففيه الخلاف والصواب في ذلك الخلاف أنه جائز بلا كراها وهو مذهب كثير من العلماء وهو قول عند المالكية ومنعه آخرون وهو الذي اختاره ابن تيمية وتلمذه ابن القيم وذلك أن الماء المشمس الذي تمسه الشمس فيسخن هذا لا يخرج عن وصف الماء وإخراجه عن ذلك يحتاج إلى دليل ولا دليل ثانيا أنه لم يصح أي حديث في كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس وأما ما يتناقله بعض الناس من أنه يورث البرص أو يورث أمراضا معينة فهذا مردود شرعا وطبا وعلى كل حال هذا كما قلت في الجملة وإلا إذا بحثتم ستجدون أقوال وآثار وأدلة وآثار وأوجه نظر فمنهم من يفرق في هذه المسألة بين البلاد الحارة والبلاد المعتدلة والبلاد الباردة ومنهم من يفرق إذا سخن وكان على آنية من نحاس أو حديد أو غير ذلك وهذا كله يعني يفتقر إلى الأدلة وما لم يرد فيه الدليل لا يجوز لنا أن نتفلسف وأن نجعله دينا إلا بأدلة وأوجه معتبرة وأما تعمد هذه مسألة أخرى تعمد تسخين الماء واستعماله هذا إذا لسي ماء إذا كان لعلة فهنا يعني الصواب أنه جائز بل إن الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال نرجو أن يكون له أجران أجر الوضع وأجر تسخين الماء له وهذا فيه أدلته فمن بين ذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه وقد أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم ووصله غير واحد من أهل العلم كعبد الرزاق في المصنف أنه كان يتوضأ بالحميم ويغتسل منه وكذلك هو فعل ابنه رضي الله تعالى عنه عبد الله أنه كان يتوضأ بالماء الحميم وهذا أثر صحيح صححه الألباني في إرواء الغليل وكذلك ابن عباس رضي الله عنه مقال لا بأس أن يغتسل بالحميم ويتوضأ منه ونقل الإجماع على ذلك ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ويقول في كما في المجموع فأما الطاهر كالخشب والقصب والشوك فلا يؤثر باتفاق العلماء أما المسخن بالنجز فهل يجوز التوضأ به فيه تفصيل إذا لم يتعد ذلك النجس الذي سخن الماء إذا لم يتعد ريحه إلى الماء فيتغير فهو إذا باق على أصله كذلك اللون وأيضا إذا لم يتغير فالإجماع على ذلك وممن نقل الإجماع ابن تيمية رحمه الله يقول وأما المسخن بالنجاست فليس بنجس باتفاق الأئمة إذا لم يحصل له ما ينجسه النوع التاسع التطهر بالماء المحرم والمقصود بالماء المحرم هو الماء الذي غصب وسرق ونحو ذلك اختلف العلماء في هذه الجزئية والراجح أنه يصح التطهر به مع الإثم وهو قول الجمهور إلا الحنابلة وهو قول المالكية كما في الشرح الكبير للدردير رحمه الله وهنا التفصيل في هذه المسألة مبني على قضية أصولية بحتة وهي قاعدة يذكرونها النهي إذا كان عائدا إلى غير ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد هذه قاعدة فيها تفصيل في علم الأصول النهي أي الخطاب الشرعي من الآية والحديث إذا تضمنت نهيا ثم عاد هذا النهي إلى غير ذات المنهي عنه ونمثل بالمسألة التي نحن فيها حتى نفهم الذات المنهية عنها هنا هي الفعل وهي السرقة سرقة الماء وليس الماء فالماء لم يعد النهي عنه فالنهي إذا كان عائدا إلى غير ذات المنهي فإنه لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي الإثم وهنا الأمر كما ترى فشرعنا نهى عن السرقة ولكنه لم ينهى عن التطهر بالماء إذن النهي خارج عن المنهي عنه فهنا لا يفسد العمل مع إثبات ماذا مثبات الإثم وهذه المسألة فيها تفاصيل على كل حال وتفاريع وحتى لا يطول المجلس نقتصر في هذا المقام أعلى هذا القدر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر